هنا في روما تجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولية ضد داعش لبحث جهود محاربة التنظيم في مؤتمر يترأسه وزير خارجية إيطاليا والولايات المتحدة التي تقود التحالف وشدد الحضور على ضرورة تصدي لعمليات التجنيد التي تقوم بها عناصر داعش في مناطق متفرقة من خلال نشر أفكار التنظيم الإرهابية وفي التهتاح الاجتماع أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن عشرة ألاف عنصر من داعش لا يزالون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية مطالبا الدول التي انضم مواطنوها إلى داعش بإعادة توطينهم وتأهيلهم وشدد بلينكين على ضرورة بدل الجهود للحفاظ على القدرات العسكرية للتحالف الذي تقوده واشنطن ويضم نحو سبعين دولة من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي لوي جي دي مايو على ضرورة تعزيز الانتصار على داعش في سوريا ومنحه أولوية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار مضيفا أن الهجمات في الأشهر الأخيرة تظهر أن داعش يمكن أن يصبح خطرا مرة أخرى ويجذب بعض شرائح السكان كما دعت إيطاليا خلال الاجتماع لتشكيل فريق عمل خاص بأفريقيا للتصدي للتهديد الإرهابي عسكريا وفكريا ولمعالجة العوامل الاجتماعية التي تدفع جزءا من السكان لدعم الإرهابيين